اشتركوا في القناة اضافة إلى ما تم الوصول إليه في تنفيذ القرارات ذات الصلاب الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد ومشروع الاتفاقية العربية الخاصة بأوضاع اللاجئين في الدول العربية ومشروع الاتفاقية العربية لحماية البيانات الشخصية كما استعرض الوزراء العرب مشروع قانون عربي استرشادي لمنع الخطاب الكراهية ومشروع القانون العربي الاسترشادي لحماية مساعدة النازحين في الدول العربية ومشروع القانون العربي الاسترشادي لحماية الأطفال من التجنيد في النزاعات المسلحة ومشروع تحديث القانون العربي النموذجي لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وتناول وزراء العدل العرب عدد من الموضوعات المتعلقة بتعزيز العمل العربي المشترك بما في ذلك تعزيز التعاون بين أمانتين مجلس وزراء العدل والداخلية العرب وتشكيل أعضاء المكتب التنفيذي للمجلس